موسيقى أبناء طلاب السنوية العامة أهلا بكم في مدة الأحياء اليوم بنراجع مع بعض أسئلة كتاب الامتحان بنحل أسئلة كتاب الامتحان اللي هي عبارة عن الاختيار من متعدد تعالوا بينا مع بعض أنا أخترت أبتدي معكم الهيكل العظم المحوري وأخدت الجزء الأول من سؤال 39 لغاية سؤال 55 أتمنى يكون مفيد بالنسبة لكم وأنتظر إن شاء الله في آخر الفيديو تعليقاتكم وإذا كان عندكم أسئلة تعالوا بينا نشوف مع بعض أول سؤال أكبر الفقرات القطنية حجما هي الفقرة رقم يا ترى 21 22 23 24 أكبر الفقرات القطنية حجما تعالوا نفتكر الفقرات القطنية شكلها إيه أولا فقرات القطنية موجودة في منطقة البطن مقابلة لمنطقة البطن صح كده مقابلة لمنطقة البطن طيب دي حاجة هذه الفقرات القطنية فوقيها على طول الفقرات الظهرية والفقرات العنوقية بنفتكر مع بعض قال لك إن هوة قال لك الفقرات العنوقية بتبتدي بالفقرة رقم واحد اللي جاءت بالفقرة رقم سبعة إذن فقرات الظهرية أو أحيان بنقول عليها الصدرية تبتدي برقم تمانية تبتدي برقم تمانية وتنتهي عند رقم 19 19 ليه لان عدد الفقرات الظهرية عددهم 12 وعدد الفقرات العنقية عددهم 7 طيب عندي الفقرات القطنية ترى بتبتدي من كام تبتدي من رقم 20 وتمتين 24 لان عددهم 5 وبالتالي اكبر فقرات القطنية من حيث الترتيب هي رقم كام هي اخر فقرة اللي هي الفقرة رقم 5 اخر فقرة صح كده رقم 5 اكبرهم حجما وده يتمثل الفقرة رقم 24 الفقرة 24 اذا الاجابة بتاعتنا هي الفقرة 24 يعني الاجابة دال تمام كده الاجابة دال ادي الفقرات القطنية فقط عددهم 5 فقرات اكبرهم حجما هي الاخيرة والاخيرة ده تحتل الموقع رقم 24 رقم 24 تمام كده طيب طبعا اصغر فقرات القطنية حجما هي الفقرة رقم الفقرة الاولى وهي تعتبر الفقرة رقم كام الفقرة رقم 20 واكبرهم حجما 24 ودي اجابة السؤال تعالوا بينا مع بعض حجم الفقرة رقم 20 بالنسبة لحجم الفقرة رقم 19 من الفقرات العمود الفقري للانسان يكون اصغر منها مساوي لها هل الاتنين متساويين هل واحدة اصغر من التانية واحدة اكبر هل اكبر منها كثيرا تعالوا بينا نشوف نفس الرسمة اللي فتت اللي كنت جايبها لو بصينا كده الفقرة رقم 20 شكلها ايه وهي موجودة فين هذه الفقرة رقم 20 اللي هي اول فقرات القطنية طيب بالنسبة لفقرة 19 دي اخر فقرة ظهرية واحنا متفقين مع بعض فقرات القطنية هي اكبر فقرات حجما في العمود الفقري يعني هي اكبر من التي قبلها اكبر من الظهرية اذا الفقرة 20 هي اكبر من فقرة 19 اكبر من فقرة 19 هل اكبر بكتير لا ده هما ورا بعض على طول ورا بعض على طول وبالتالي فيه انسيابية وفيه اختلاف في الحجم لكن اختلاف بسيط اختلاف بسيط فهي الفقرة رقم 20 اكبر قليلا من الفقرة رقم 19 يبقى الاجابة عندنا الاجابة عندنا نبص عليها كده اكبر منها قليلا رقم 20 بالنسبة ل 19 اكبر منها قليلا يبقى الاجابة حرف جيم او الاجابة جيم تعالوا بينا نشوف اللي بعدها لو بصينا كده الفقرة منصفة للعمود الفقري توجد في المنطقة ايه منصفة للعمود الفقري طيب طالما بيسألني على فقرات ومنصفة عدد الفقرات الكلي كفقرات عددهم 33 فقر 33 فقرة المنتصف بالزبط يعني فيه 16 وفيه 16 16 و 16 32 اذا الفقرة رقم 17 هي المنصفة للعمود الفقري ناحيتها قبلها 16 فقرة وبعدها 16 فقرة فهي تحتل الموقع رقم 17 صح كده؟ يبقى الفقرة المنصفة للعمود الفقري توجد في المنطقة ايه انا مش متذكر لكن تعالوا بينا نفتكر مع بعض 17 دي هي ايه بالنسبة لنا احنا قلنا من 1 ل7 قلنا من 1 ل7 ونوقية وقلنا من رقم 8 من رقم 8 لغاية 19 ظهرية اذا الفقرة 17 منصفة للعمود الفقري هي الفقرة تقع من ضمن الفقرات الظهرية او الصدرية اذا الاجابة الظهرية توجد في المنطقة الظهرية رقم 17 فين بالضبط ادي ديه 19 ديه 18 ديه كده المنظر ده هي ديه رقم 17 17 ليه 17 فيه 7 هم نشطب عليهم وفيه 10 هم ديه رقم 10 بالنسبة كموقعها كفقرة الظهرية هي العشرة وقبلها 7 يبقى 7 زي ده ايه 10 يساوي 17 يساوي ايه 17 اتفقنا طيب طبعا الرسمة دي مهم هاكررها كتير جدا جدا النهاردة في الريفاجين بتاعتنا تعالوا بينا نشوف مع بعض كم عدد عظام العمود الفقاري في الانسان هنا بيسألني على عظام عدد العظام كلنا نفتكر كده مع بعض عدد الفقرات 33 تمام كده يا ترى هل عدد الفقرات هو نفسه عدد عظام العمود الفقري ايوان برافو عليك طبعا وبرافو عليك طبعا الاجابة لا اذا تعالوا نرجع تاني هنا الفقرات المتمفصلة سبعة عنق واثناشر زهري وخمسة قطني طيب دول فقرات متمفصلة متحركة صح كده طيب تعالوا بينا اخر مجموعتين من الفقرات الفقرات العجزية والفقرات العصوصية هي فقرات ملها ملتحمة ملتحمة وتعتبر هذه الفقرات الملتحمة العجزية قطعة واحدة عظمة واحدة والفقرات العصوصية عظمة واحدة بالرغم انها تتكون من عدد من الفقرات الا انها ملتحمة معا وغير متحركة وغير متمفصلة اذا لو عدينا كده سبعة بلاس او زائد كام اتناشر زائد كام يولاد زائد خمسة ديما كده يطلع 24 24 وده تعتبر رقم 25 وده تعتبر رقم 26 اذا التوتل المجموعة الكلي لعدد عظام العمود الفقاري هو 26 عظمة يبقي لو سألني على عدد العظام بعتبر الفقرات العجزية عظمة واحدة والفقرات العصوصية عظمة واحدة طبعا ده في الشخص البالغ طيب نكمل كده مع بعض ادي مجموعة الفقرات العجزية وهي ملتحمة هم خمس فقرات زي ما انت عارف فقرات ملتحمة نبص عليهم كده بتكبير احسن المنظر اهو فقرة اولى عجزية التانية التالتة الرابعة الخمسة قطعة واحدة فهي عزمة واحدة فهي عزمة واحدة اتفانة ملتحمة معا كبيرة مفلطحة مفلطحة وكبيرة في الحجم كبر بتاعها مش اكبر من القطنية لكن نقصد بيها لها اجنحة لها ايه بروزات عالجنبين عشان دايما ننساش انها تتمفصل مع اعظام الحود تتسبت في اعظام الحرقفة في اعظام الحود بواسطة الاجنحة او الامتدادات الجانبية لا طيب نكمل كده مع بعض لو بصينا على رقم تلاتة واربعين في الشكل مقابل اي التركيب التالية لا يتبع الهيكل المحوري لا يتبع الهيكل المحوري طيب الهيكل المحوري احنا قلنا عليه ايه عبليه كده الهيكل المحوري اهو قدامنا عبارة عن جمجمة وعبارة عن عمود فقاري كل ده عمود فقاري طبعا من الخلف وقف الصدري تلات حاجات جمجمة وقف الصدري وعمود فقاري اللي هو متلون باللون الازرق فقط ده يعتبر الجهاز الهيكل المحوري طيب هو جابل العظمة دي جابل العظمة دي العظمة دي اسمها ترقاو دي هنا ترقاوة ودي ترقاوة هل ترقاوة تعتبر من ضمن عظام الجهاز الهيكلي المحوري طبعا لا اذا العظام التي لا تتبع الهيكل المحوري هي رقم واحد هي رقم واحد اذا الاجابة بتاعتي هي الف اجابة الف تمام كده طيب بالإضافة للعظم اللامي حتى العظم اللامي كنا بناخده بعد الجنجمة مباشرة يعتبر من جهاز الهيكل المحوري ومدمن عظام الجنجمة توجد عظام داخلية اسمها عظامات الأذن مسؤولة عن السمع في الإنسان بتنقل الاهتزازات من طبلة الأذن إلى الأذن الداخلية إلى الأذن الداخلية من الأذن الوسطى إلى الأذن الداخلية طيب يبقى كده الإجابة بتاعتي ألف نكمل كده مع بعض رقم كام رقم 44 أي مما يلي صحيح بالنسبة لآخر مجموعتين من فقرات العمود الفقري هل يتشبهان في آخر فقرات يقصد بيها آخر مجموعتين العظام العجزية والعظام العصصية الفقرات العجزية والفقرات العصصية طيب هل تتشبهان في عدد العظام؟ طيب معروف أنه لو بصينا كده آدي مجموعة من المجموعات اللي هي باللون الأحمر تمثل إيه؟ تمثل الفقرات العجزية احنا لسه شايفين صورة ليها ها خمس فقرات صحكرة خمسة عدد الفقرات الملتحمة خمسة في حين آخر جزء اللي هو العصصية عبارة عن أربع عظام أربع فقرات يبقى خمسة وأربع يبقى يختلفوا في العدد هل تتشبهان في العدد؟ لا هل تتشبهان في عدد العظام؟ عدد العظام احنا قلنا كل اللون الأحمر ده يمثل عظمة واحدة وكل الجوز العصصي يمثل عظمة واحدة إذا تتشبهان في عدد العظام إلى الآن هل المجمواتين تتصلان بالحرقوفة؟ لا الحرقوفة اهي متحركة دي حاول نثبتها ادي الحرقوفة اهي ها دي اي شابكة فيها دي يمين دي العظام العجزية صح كده عظام العجزية متثبتة فيها بوسط النتقات البارزة لا طيب في حين الجزء اللي هو باين من ناحية دي كده من الفيو ده هو عبارة عن عظام عصصية والعصصية لا تتصل بعظام الحرقوفة لا تتصل بعظام الحرقوفة يبقى هل هنا هوت تتصلان بالحرقوفتين؟ لا المجمواتين لا يتصلوا بالحرقوفتين مجموعة تتصل بمجموعة لا طيب يبقى هنا لا زادة أحجام متساوية واضح الحجم الحجم الكبير بالنسبة للون الأحمر اللي هي الفقرات العجزية في حين حجم صغير ضامر لا ينمو هي الفقرات العصصية طيب كده ليست زادة أحجام متساوية إذن يتشابعين في عدد العظام كل منهما كل مجموعة منهما تعتبر عظمة واحدة لتتكون من عدد من الفقرات الملتحمة الغير متمفصلة طيب كده؟ طيب شفنا منظر ده برضو اللون الأحمر يمثل الفقرات العصصية طيب كده ملتحمة وهم أربع فقرات ملتحمة نيجي كده لسؤال رقم 45 ماذا تمثل الفقرة رقم 27 من العمود الفقري؟ الفقرة رقم 27 هل هي القطنية ثانية؟ عجزية ثالثة؟ عصصية رابعة؟ عجزية ثانية؟ لو بصينا كده مع بعض واضح الفقرة رقم 27 أنا أحافظ من واحد لسبعة عنقية وحافظ كمان وعارف من تمانية لغاية 19 دي زهرية أو صدرية وبعد كده فقرات قطنية تحتل من رقم 20 لرقم 24 طيب 27 ده يتمثل إيه؟ 27 بتيجي هنا بتيجي في المنطقة دي ما بين 25 و 29 طيب دي فقرات إيه؟ فقرات عجزية فقرات عجزية مظبوط يبقى عجزية صح؟ هنا عجزية وهنا عجزية طيب يا أرطار هي العجزية الثانية ولا الثالثة؟ لو بصينا كده بنبتدي العجزية برقم 25 عدوا معي 25 دي الأولى 26 الثانية 27 الثالثة إذن الإجابة الفقرة رقم 27 تمثل الفقرة العجزية إيه؟ أيوة الثالثة إذن الإجابة ب أو ب أوكي؟ طيب تعالوا بينا نشوف مع بعض الفقرة رقم 18 تتبع الفقرات إيه؟ نفس الرسمة برضو هاجبها هي 18 ها من واحد لسبع عنقية من تمانية لتسعتاشر ظهرية حلو قوي 18 يعني قبل تسعتاشر يعني هنا 18 يعني هي دي فين؟ دي بالظبط صح كده؟ دي بالظبط إذن هي فقرة إيه؟ فقرة ظهرية ندور كده على فقرة ظهرية ما فيش إجابة ظهرية طيب تنفع صدرية أه؟ صدرية لأنها مقابل للصدر من الأمام طيب كده مقابلة للصدر يبقى دي زهرية أو صدرية يبقى الإجابة دال طيب نكمل رقم 47 47 لو بصين كده فيما تتشابه الفقرات الصدرية مع القطنية الصدرية عددهم هل في العدد؟ نفتكر كده العدد كان كام الصدرية كان 12 فقرة والقطنية 5 إذن العدد لا طيب نشوف الأنيميشن أو نشوف الكلام ده دي الفقرات الصدرية عددهم 12 فقرة في منطقة الظهر صح كده؟ طيب الفقرات القطنية عددهم 5 في منطقة البطن مقابلة منطقة البطن صح كده؟ إذن في العدد لا طيب الحجم إحنا قلنا القطنية أكبر الفقرات حجما في العمود الفقاري يبقى لا يتساوب أو لا يتشابه في الحجم طيب اتجاه الإنحناء إيه إتجاه الإنحناء ده؟ العمود الفقري له أربع إنحناءات نبصي كده إنحناء ليه؟ الفقرات العنوقية للأمام ناحية وشنا البرا كده الأمام كده الأمام ماشي كده الخلف ناحية الظهرين يبقى الخلف ناحية الظهرين يبقى إيه الخلف؟ نبص كده الفقرات العنوقية منطقة الرقبة تتاجي نحو الأمام إن إحنا إبتاحها أمامي الفقرات الصدرية أو الظهرية للخلف ناحية دي منحنية للخلف طيب نيجي بقى هو المقارنة ما بين صدرية وقطنية القطنية تتاجي للأمام أو شايفين يا ولاد الكيرفيتشار ده أو الإنحناء ده للأمام الناحية دي كده إذن يختلفان في اتجاه الإنحناء هو عاوز التشابه عدد النتوءات في الفقرة هل النتوءات متساوية؟ هل هم سبع النتوءات؟ نبص كده عن النتوءات الفقرات العظمية دي تمثل فقرة ممكن تكون صدرية أو قطنية لو بصينا دي جسم الفقرة في الاتنين واحد وفيه حلقة عصبية وفيه قناة شوكية مرع منها الحبل الشوكي ماشي سواء كده أو كده سواء صدرية أو قطنية لكن لو بصينا التمفصل التمفصل أو عدد النتوءات فيه نتوءان مفصليان أماميان ليه؟ علشان تتمفصل هذه الفقرة مع الفقرة التي تعلوها وفيه نتوءان مفصليان خلفيان خلفيان يتمفصلان مع الفقرة التي تليها لأسفل تليها لأسفل فهي نتوء مفصلي خلفي والنتوء شوكي نتوء إيه؟ شوكي ثم نتوءان مستعرضان نتوءان مستعرضان طبعا كده إذا كانت فقرات صدرية فهي تتصل بالدلوع وإذا كانت فقرات قطنية لا تتصل بها دلوع طبعا لكن لها نتوءات لها نتوءات إيه مستعرضة يبقى تتشابه في عدد النتوءات في الفقرة إذن إجابة دال أوكي؟ طيب تعالوا بينا نكمل كده مع بعض لو بصينا الرقم 48 أي مما يلي يمسل اتجاه انحناء مجموعات الفقرات العنوقية وصدرية وقطنية على الترتيب ايه اتجاه الانحناء للأمام وللخلف بالترتيب ده هنبص كده نفس الصورة هي هي العنوقية للأمام ماشي أمام ها صدرية للخلف ثم قطنية للأمام يبقى أمام خلف أمام أمام خلف أمام فين أمام خلف أمام أمام خلف أمام تعالوا كده ده الترتيب بتاعنا إذن إجابة ألف إذن إجابة إيه ألف اتفقنا تعالوا بينا يا شباب ناخد رقم 49 في الشكل المقابل أي الأرقام التالية تمثل الأجزاء المسؤولة عن حركة العمود الفقري طبعا ده الفقرة تركيب الفقرة العظمية الفقرة العظمية فيها أجزاء واضح فيها النتوءات وبارة عن النتوئين المستعرضان والنتوئين المفصليين الأماميين والنتوئين المفصليين الخلفيين والنتوء الشوكي رقم واحدة والنتوء الشوكي رقم اتنين هو النتوئين المستعرضان تاني كده ورقم ثلاثة نتوء مفصلي خلفي ورقم أربعة نتوء مفصلي أمامي والأمامي يتمفصل مع الفقرة التي تعالوا هذه الفقرة إذا كان دي رقم مثلا سي رقم نقول مثلا عشرة يبقى تتصل بالفقرة التي تعالوها تسعة طيب وأنه تؤني مفصليين خلفيين إذا كان دي رقم عشرة إذا أنت تمفصل مع الفقرة رقم حداشر تمكن فقرة رقم إي حداشر التي تليها طيب التمفصل ده يتيح يتيح حركة الفقرات معا يبقى المسؤول عن حركة العمود الفقري وقت الإنسناء أو الإنحناء والاستقامة هي الفقرات المتمفصلة سواء عنوقية أو ظهرية أو قطنية تمام كده إذا الإجابة عندنا هي إجابة جيم تعاوز أريكم منظر في حركة منظر الفقرات القطنية اللي شفناه قبل كده هذه خمس فقرات قطنية وهي متمفصلة وهنا هو طبعا جسم الفقرة من ناحية الأمامية نحاول نجيبه مرة هذه جسم الفقرة المنظر ده جسم الفقرة العريض ده ناحية البطن أو ناحية الأمام ناحية إيه الأمام زي ما نباصس لقدام كده فده جسم الفقرات بتاعتي يتجه للأمام في حين كل النتوئات تتجه ناحية إيه الخلف نبص كده للخلف كده هنشوف منظرها عامل إزاي أهو ناحية الخلف تمام كده وطبعا النتوئات اللي احنا قلنا عليها النتوئات المفصليين الأماميين أدي النتوئات المفصلي أمامي وأمامي يتماصل مع الفقرة التي أعلى وهنا النتوئات المفصليين خلفيين دي ودي كده اللي عليها بلاس وبلس أو عليها العالمتين دون يتماصلان مع الفقرة التي تليها فقرة التي تليها طيب نكمل كده مع بعض كده خلصنا رقم 49 رقم 50 يتصل زوج الدلوع رقم 5 بالفقرة رقم رقم 5 رقم هي الدلوع فين في أنهي فقرات بالزبط الدلوع في الفقرات الظهرية العددهم 12 قبل الفقرات الظهرية يوجد 7 فقرات عنقية حطهم في إيدك لو سمحت 7 فقرات عنقية امساكم في إيدك لهمين كده 7 طيب لما يقول لك زوج الدلوع رقم 5 زوج الدلوع الأول بالفقرة الظهرية الأولى الزوج الدلوع الثاني بالفقرة الظهرية الثانية وهلوم ما جر لجاية نوصل لزوج الدلوع رقم 5 بالفقرة الظهرية رقم 5 طيب عدد الفقرات هنا هو تيبقى كام 5 فقرات ظهرية زائد 7 فقرات عنقية اللي هم حطتهم في إيدك دي في السبعة على الخمسة يطلع 12 إذن زوج الدلوع رقم 5 يتصل بالفقرة رقم 12 رقم كام 12 نشوف الشكل ده كده مع بعض هذه الفقرات هو العمود الفقاري وبالمصادفة العمود الفقاري هنا لقينا النتوق المستعرض متصل بالدلع الخامس اللي هو موجود في السؤال لها ماشي وهو دلع زي ما تشايف منحني وكبير في القوس بتاعه في الاستدارة بتاعته فده الدلع الخامس ماله ليه جزء طبعا ودروف يتصب من الأمام بعزمة عزمة القصة العريدة وجزء عظمي يتصب من الخلف بالإيه النتوق المستعرض للفقرة فإذا كان ده الدلع الخامس فهو ها يتصب بالنتوق المستعرض للفقرة رقم كام فقرة رقم 5 للفقرات الظهرية ورقم 12 بالنسبة للعمود الفقري 7 زائد 5 يساوي 12 دايما دايما لم يسألني على الدلوع على قطع ايه بالفقرات حطي في ايدك اليمين 7 تضيفهم على اي رقم هيجيلك على اي رقم لأي ضلعة هيجيلك ماشي يبقى بلاس 7 بلاس 7 بلاس 7 دايما كده طب نشوف كده ها قدي المنظر اهو طبعا الضلع الخامس منظر اهو هنشوفه من الامام احسن اهو بص يا شباب الضلع الخامس دا الضلع الاول دا الضلع الثاني الثالث الرابع الخامس الخامس ده شابك من الخلف ايه بالفقرة خامس شابك بالفقرة ايه الخامسة بالنسبة لفقرات الظهرية لكن بالنسبة لعمود الفقاري في سبعة فقية وهي الفقرات العنقية بقى سبعة زائد خمسة يساوي اتناشر يساوي اتناشر نكمل كده مع بعض يا شباب رقم واحد وخمسين ما رقم الفقرة التي تتصل بالزوج العاشر للدلوع خلاص عرفنا رقم الفقرة رقم الفقرة دايما ها يبقى ازيد من رقم الدلوع تاعمل كده بمقدار سبعة فاذا كان هنا ده الزوج العاشر ها عشرة زائد سبعة يبقى سبعة عشر اذا اجابة جيم خلاص القعدة عرفناه دايما دايما ها رقم الفقرة بالنسبة للدلوع نضيف سبعة الضلع هنا العاشر الزوج العاشر من الدلوع نضيف سبعة لهم العنقية يبقى التوتل كام سبعة عشر يبقى الفقرة رقم سبعة عشر خلاص عرفناه نفس منظر اللي فات ها لو عديت كده هو العاشر يبقى عشرة قطني وسبعة فوق عنقي يبقى المجموع سبعة عشر طيب نشوف كده مع بعض رقم اثنين وخمسين الفقرة المنصفة للفقرات العنقية الفقرة رقم كام الفقرات العنقية اعدادهم سبعة سبعة دي رقم فردي اذا ثلاثة والربعة وتلاتة تلاتة والربعة وتلاتة يعني ايه ثلاثة وربعة وتلاتة يعني الفقرة رقم أربعة تتوسط قبلها ثلاثة من فوق وتحتها ثلاثة من تحت اذا الفقرة المنصفة للفقرات العنقية الفقرة رقم اربعة. رقم اربعة. تمام كده? طيب. تعالوا بنا نشوف مع بعض. الشكل بيان المقابل ده رقم تلاتة وخمسين. الشكل بيان المقابل يمثل احجام ثلاث انواع من الفقرات المتمفصلة في الانسان. احجام. ماذا تمثل فقرات سين وصاد وعين على الترتيب. سين الاول. تمام كده? وصاد بعدين وبعد كده التلتة مين عين. بالترتيب ده. تمثل ايه? احنا فاكرين اكبر الفقرات حجما هي الفقرات ايه? انت ومغمد فقرات ايه? قطنية. يبقى اخر حاجة في الاجابة لازم تكون قطنية. طيب تعالوا بينا. بالترتيب ده على الترتيب ده عين هي قطنية. عين دي قطنية. طيب نشوف كده. الا الاقل من القطنية كحجمي بقى ايه? الظهرية. ظهرية. صح كده? واصغرهم حجما بالنسبة لنا هي العنقية. هي ايه? العنقية. يبقى الترتيب بتانا هي بالترتيب سين صادعين هي عنقية زهرية قطنية. فين الاجابة? فين 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 عنقية اهي? وزهرية او صدرية تنفع? وقطنية. ازا اجابة بيه? اتفقنا? طيب اعرفنا كده كم عدد فقرات العمود الفقري من النوع صاد? النوع صاد للنوع ده. كم عددهم? كم فقرة زهرية? طبعا اتناشر. يبقى الاجابة دال. يبقى الاجابة دال. نفتكر مع بعض. اكبرهم حجما مين? ها قطنية. اصغر قليلا. ها زهرية. اصغرهم خالص? عنقية. ده الترتيب اللي احنا خدناه. قطني زهري عنقي. بالترتيب بقى سين صادعين يبقى عنقي زهري قطني. عنقي صدري او زهري قطني. اتفقنا? طيب. هلو بنا يا شباب ناخد السؤال رقم 54. الشكل المقابل يمثل جزء من الهيكل المحوري في الانسان. ادرسه. ثم اجب. هذا التركيب يوجد في المنطقة. الشكل اللي قدامك باين انه فيه دلوع. والدلوع يبقى تقع في منطقة الصدر او الظهر. فقرات زهرية او صدرية. اذا اجابة رقم جيم. حرف جيم. صح كده? اجابة جيم. طيب ما رقم الجزء الذي يوجد بداخله احد مكونات جهاز العصب المركزي? نبص كده جهاز العصب المركزي. طبعا مخ موجود في الجمجمة ملهوش حلاقة بالشكل. لكن يمتد من المخ حبل شوكي يمر خلال قناة شوكية وهي جزء رقم اتنين. وهي جزء رقم ايه اتنين. دي قناة شوكية مر بيها الحبل الشوكي. زي هنا بالزبط. ده الحبل الشوكي. تمام كده? اذا اجابة رقم اتنين با اجابة بي. ماذا يمثل الجزء رقم تلاتة? رقم تلاتة ده ضلعة. يا ترى الضلع ده كل الاجابات فيها الضلعة. هو عاوز الضلع ايمن ولا ايسر ورقمه كام? ايمن ولا ايسر ورقمه كام? طب احنا اتفقنا ان ده الشكل الامامي. ده الجهة الامامية. الشخص قدامك بترسم جسم الفقرة وبعد كده النتوءات للخلف. ادي جسم الفقرة للامام. طب الشخص القدامك ده الضلع ده بالنسبة له انهي. ايمن ولا ايسر. واضح بالنسبة له هو ايمن. يبقى ضلع ايمن. اذا اجابة لامة هنا لامة هنا لامة الف لامة ب. صح كده? ما تنفعش تبقى دال ولا جيم. طيب وبالتالي علي ان انا اختار هل هو الاول ولا السادس? لو بصنا كده مع الشكل اللي جاي ده. هيا نتوقع ان ده يكون ايه? السادس ولا الاول? الاول اهو ضلع الاول. شايفين الانحناء بتاعه والانسناء بتاعه. تمام كده منحني بشدة. منحني بشدة. وده يمتر بتاعه او القطر بتاعه اليه. فده مش ضلع اول. ده كده مش ضلع اول ما ضلع ايه ضلع السادس. اطول ويميل تمام كده بانسابية اكتر. لي عشان يدي حرية حركة للرأتين داخل القفص الصدري. يديها شيء من الاتسعة. ده الضلع السادس. الضلع الايمن السادس. هو بيشاور على هنا. اتفقنا. كده رقم اربعة وخمسين. اخر سؤال النهاردة هو سؤال رقم خمسة وخمسين. خمسة وخمسين يمثل ايه? اذا كان رقم الضلع هوسين. رقم الضلع هوسين. فما رقم الفقرة? ها مين اكبر? رقم الفقرة اكبر? ولا رقم الضلع اكبر? احنا اتفقنا رقم الفقرة. يزيد على رقم الضلوع بمقدار سبعة. اذا كان رقم ايه? ها. الضلع سين. تزود عليه كاما عشان يبقى رقم الفقرة سبعة. يبقى سين زائد سبعة. سين زائد سبعة. اذا اجابة الف. نشوف كده ونتأكد. اذا كان اي رقم خد اي رقم. خد الرقم مثلا الفقرة التالتة دية. من الفقرات ايه? من الفقرات الظهرية. التالتة. طيب قال لي التالتة دية قطني. فيها ايه? يتصل بالضلع التالت. تتصل بزوج الدلوع ايه? الثالث. زوج الدلوع الثالث. طيب يا ترى زوج الدلوع الثالث ده. ها. في حالة العمود الفقر ككل. يبقى الفقرة دية تحتل رقم كام? رقم عشرة. في سبعة قبلها. صح كده? وبقى كده الاولى زاهري. التانية زاهري هي التالتة. اذا تلاتة زائت سبعة اكوى العشرة. يساوي كام عشرة. هي تحتل الفقرة العشرة. خد اي رقم وضيف عليه سبعة. فيطلع لك رقم الايه? الفقرة في العمود الفقاري. طيب كده خلصنا المراجعة بتاعتنا اليوم. اه اتمنى تكون عجبتكم. واتمنى تكون مفيدة بالنسبة لنا. مش اجاب فقط. تكون مفيدة بالنسبة لنا ومحافزة لنا. لو عندنا اي اسئلة او اي اسفسرات او اي تعليقات يا مرحب اهلا وسهلا. عاوز بس حاجة صغيرة. اه هو طبعا ده ترايل او تجربة بيحل بيها كتاب الامتحان. لو لقيت فيها اقبال ولقيت انكم مبسوطين منها هكمل فيها ان شاء الله. الجزء التاني اللي هو بعد الجزء ده برضو الجهاز هيكلي محوري. ده هياخد الاسئلة رقم ستة وخمسين لجاية سبين. لجاية ايه سبين. يبقى كده رجعنا الجهاز الهيكلي محوري. في كل الفيديو هيبقى قصير شوية. هياخد بس جروب او مجموعة من الاسئلة. علشان تقدر خلال قعدة بسيطة تقدر تخلص الفيديو تكون مراجعة وفهمه كويس. مدعم بصور مدعم بشرح. اتمنى يكون مفيد. واتمنى لكم كل خير يا شباب. ربنا معكم. سلام مع السلام. اشتركوا في القناة